عالية شامخة هي راية العراق في ميادين ثورة تشرين ولا تفشل ثورة يقودها عصب المجتمعات الأساس الطلبة أمواج طلابية حاشدة تتدفق في جميع شوارع العراق الرافضة للعملية السياسية برمتها والتي تحاول أن تفرض محمد علاوي رئيسا للحكومة ولم يستثني الغضب الشبابي محافظة البصرة إحدى الأركان الأساسية في معادلة الشارع العازمي على اقتلاع جذور الفساد المتفشي في جميع مفاصل العراق محمد علاوي مرفوض بسبب ترشيحة من قبل الكتل السياسية اللي إحنا أساسا رافضين أي مرشح منعدهم بسبب فسادهم بسبب اللي وصل لهذا البلد بعد 17 سنة ماكو انجازات ماكو شي ملحوب ماكو اهتمام بالشعب بصورة صحيحة فقط شفنا الفساد منتشر ودهينتشر سنة بعد سنة نحن نريد هذه الحكومة أن تذهب جميعها لأنها حكومة فاشلة فاسدة قاتلة حكومة القناصين يجب أن لا تستمر ولا ترقف فإذا أكثر من سبعمات شهيد في رقابهم جميعها وعلى الرغم من سقوط مئات الشهداء والجرحة على يد آلة القبع الميليشيوي منذ بداية ثورة تشرين واستمرار محاولات إنهائها بجميع الأساليب وليس ركوب الموجة آخرها يؤكد المتظاهرون استمرار تلقيهم تهديدات بغية إيقافهم عن مواصلة تظاهراتهم العارمة دافع أكبر من التهديدات نحن جاي نتهدد كل يوم جاي نتهدد على مواقع التواصل الاجتماعي أقرب الناس أنهم جاي تعرضون التهديد بس إحنا أقوى من هذا الشيء إحنا أكبر من قضية أن التهديد إحنا اعتادين على أساليب أساليب القمع والترهيب والفضوع الاعتداءات المتكررة والتسفيف الحكومي في تنفيذ مطالب ساحات الثورة دفع المتظاهرين إلى الإصرار على التمسك بإضرابهم العام عن الدوام حيث يقول الطلاب الثائرون إن مستقبلهم الحقيقي يكمل في هذا الإضراب الذي يشل بشكل أكبر شرعية النظام السياسي بلا قيمة أو ثقل سوى وزن الأغلال التي يقيد بها الشعب الرافض له يتهمون أن نحن تركيه مستقبلنا وطالعين بالعكس هذه أول مرة في حياتي أطلع على مود مستقبلي أول مرة أترك مقعد الدراسة وأطلع على مود مستقبلي أنا بهذه الساحات أطلب مستقبلي أي مستقبل أي تعين شوفوا حال المستشفيات شوفوا حال المدارس بالعكس هذه طلعتنا الوحيدة هي على مود المستقبل بهذا النطج يقود الشباب ثورة لا تستطيع الحكومة وميليشياتها مجابهتها بالرصاص أو الإرهاب والوعيد لا تراجعا يلوح في أفق ثورة بطلها وعي ووقودها شباب غاضب أصبح جزءا رئيسا من ترياق يبحث عنه العراق منذ نحو 17 عاما ترجمة نانسي قنقر